أهلا بكم في جوة الأخبار لولا دي سيلفا من السجن إلى القصر فماذا أو متى يتعلم العرب أحيانا بتكون عايز تشب براسك كده فوق الأحداث وتشوف العالم حواليك ومش شرط يعني يبقى العالم ده هو أوروبا ممكن تلاقي تجارب تانية في دول تانية كسرة حالة البؤس من التغيير السياسي في بلادنا التجربة اللي معانا اللي لدي هي تجربة مقاومة العسكر ومقاومة اللوبيات الغربية والتدخلات الأمريكية فيها انحياز للشعب والفؤرة فيها الصعود وهبوط وانتصار تاريخي ده اللي حصل في انتخابات الرئاسة البرازيلية الأخيرة واللي فاز فيها لويس دي سيلفيا لولا دي سيلفيا الرئيس الأسبق اللي تم حبسه ومنعه من الترشح للرئاسة ركز بس في الجمهاتين دول كالرئيس وبعدين تم حبسه ومنعه من الترشح للرئاسة بتعم انه فاسد ابض وارتشح الاخره لكنه رجع من جديد بعد برأته من تعم الفساد برضه ركز لكنه رجع من جديد بعد برأته من تعم الفساد وقدر انبارح او النهاردة تم اعلان يفوز على الرئيس المنتهى يا أوليته في هزيمة تاريخية للرئيس الحالي رئيس الحالي بقى اصبح اول رئيس برازيلي يخسر الانتخابات في ولوته التانية اللي مش ده وده اللي كتبته الصحف من السجن الى القصر مجددا لولا دي سيلفا يتلقى التهاني من قادة العالم ويعلن عودة البرازيل البرازيل دي غريبة جدا يا حضرات والله العظيم اه خلاص بقى واعلنت المحكمة العودية للانتخابات النتائج التي أصفرت عن فوز دي سيلفا برئاسة البرازيل بحصوله على 50% صفر يعني فاصل صفر تسعة يعني فوز على الحروك روك مشهد الاحتفالات الشعبية في البرازيل بيدل على نجاح العملية الديمقراطية وانتصار إرادة الشعب في الاختيار اختيار اللي يمثله بنزاهة حتى ولو بـ 50% بتتحصل على بلاد العربية احنا محرومين من ده محرومين ان يبقى فيه مرشح ولو أنصار وأنصاره يطلعوا يحتفلوا خلي بالكو لولا دي سيلفا يساري ويساري يعني ضد الرأس المالية يعني ضد أمريكا بقى يعني ركز بس معي في الجملتين دول يساري يعني ضد أمريكا شوف البوكا على فكرة الراجل نجح بـ 50% يعني نص عدد المقيدين في جداول الانتخابات البرازيلية انتخب الراجل ده يعني لو عدد المقيدين 10 مليون 5 مليون انتخبوه بص البوكا والتأثر والعياط لأن الراجل ده الحقيقة بيمثل عودة اليسار مرة تانية أنا بس هنا عايز أقول يعني جملة بعض بعض إخواننا العرب انبسطوا وقالوا اللي قد نجحت البرازيل في آه سعي اللي قد نجحت الفلسطين في البرازيل وتسرعوا بإني لولا ولولا الحقيقة أو اليسار البرازيلي مع القضية الفلسطينية لكن لو كانوا استنوا شوية كانوا يشوفوا مرات لولا دي سلفا وهي رايحة آه تحط صوتها في صندوق الانتخابات وترتدي أو ترفع علم إسرائيل بس الأول خلونا نعرف مين لولا دي سلفا أيقونة اليسار البرازيلي واليسار في العالم وأبرز محطات ما سرته لأن الراجل ده آه كان رئيس وبعدين تسجن وبعدين طلع براءة وبعدين اتمنع من الترشح وبعدين خد براءة تانية وبعدين يجع بقى رئيس تاني آه ركز بس في جزء ذيت أني لولا دخل السجن سنة ونص على خلفية اتهمات وأنه اتهمات بالفساد وأنه خد بعد كده براءة ركز في الجملة دي لأنها مهمة قوي للعرب اللافت بقى أني لولا دي سلفا فاز على يميني متطرف اللي شفت صورته ده بالرغم من أني اليميني ده تم تدعمه بالمال والجيش ومراكز للنفوز زي ما قالوا الخبراء اللي اعتبروا فوز لولا أنه انتصار للفقراء اهو فوز لولا برئاسة للبرازيل بعد التفاق وأضاف هزيمة اليميني المتطرف أو اليميني المتطرف بالرغم من دعم المال والجيش ومركز النفوز له قد يكون بداية لانحصار موجة الخطاب الفاشي الذي تقدم في أوروبا والولايات المتحدة وأماكن أخرى كالهند أوروبا اليميني المتطرف فيها الحقيقة مكتسح مكتسح وفي أمريكا ما هو ما هو اسمه ايه ده يميني متطرف ترامب لكن الفوز ده حسس اليسار في العالم كله إن فيه أمل إن اليسار يرجع لكن حد يقول لي وإحنا مالنا بالبرازيل أو الصورة هي جابها بتاع الست اللي شايل العالم إسرائيل أي أي دي مرات المرشح أو الرجل اللي سقط لكن حد يقول لي وإحنا مالنا بالبرازيل أقولك إن إحنا محتاجين نتعلم من تجارب الشعوب دي ونشوف إزاي بيتم تدول السلطة أنا تعلمت درس واحد من القصة دي شوف إحنا عندنا تدول السلطة عامل إزاي محمدين صباح كومبارس موسى موسى كومبارس عاملنا وفتوح في السجن قنصور في السجن سامي عنام في السجن أحمد شفيع مبنوع السياس لكن في ملحوظة تانية مهمة في قصة لولا ملحوظة تجربة انتخابات البرازية وفوز اليسار بالتزامن مع فوز أول رئيس يساري في كولومبيا في شهر يونيو اللي فات عندنا بقى اليسارين بيعملوا إيه بيشيدوا بالقارد بتاع صندوق النقد نسمع كده سنين معزوز بيقوليه بس كولومبيا أيضا انتخبت أول رئيس يساري في يونيو الماضي بما وصف بأنه وصف بأنه هزيمته أو هزيمة كبرى لواشنطن في مصر حزب التجمع التقدم الوطني الوحدوي إلى آخره أشاد بالانتصار التاريخي الذي تمثل في اقتناص قارد صندوق النقد الدولي ثكلتكم أمهاتكم ده اليسار عندنا أو اليسار يعني ما هو الأستاذ جلال عامر كان له كلمة يا أستاذ سليم يا رب تكون سمعني أو حد يوصلها له جلال عامر كان له كلمة بعد صورة يناير عجبتني جدا قبل صورة يناير كان عندنا الحزب الوطني بعد صورة يناير جلال عامر بيقول هذا الحزب اللي هو الحزب الوطني انشطر وتحول إلى 17 حزب حزب الوطني بعد صورة يناير انشطر إلى 17 حزب اللي انت شايفهم دلوقتي دول كل الأحزاب اللي انت شايفها في مصر دي هي عبارة عن إفراز روث الحزب الوطني القديم مش في الأشكال والشخصيات لكن في السياسات في بقى ملحوظة تانية أهم انت خدت بالك مين اللي حمى لولا دي سيلبيا خدت بالك من سيرته الزاتية دي كان رئيس ودخل السجل بتهم اتفساد اتحكم عليه بسنة ونص خرج بعد سنة ونص ثم القضاء أو محكمة العليا بر رأيته من تهم الفساد كان ممنوع من الترشح رجع بقى اترشح وبقى رئيس ده وسط ايه نفوذ اليمين اللي عنده الجيش وعنده المال وعنده أمريكا وعنده أوروبا كلها ده معنى ايه بقى ده معنى ان البرازيل فيها قضاء فأرجوكم ما تلموش على اليسارين اللي في مصر بس اللي هم ما بقوش يسارين يعني لكن بص القضاء لما يكون في بلد محترم يعني بلد بيحكمها يمين متطرف اليمين ده معا الجيش ومعا المال ومعا النفوذ ومعا أمريكا القاضي في المحترم في البرازيل قالك لا لولا دي سيلفيا من حقه يترشح ولتعمل عليه اسقطت مش بزرميت اذا اي دولة فيها القضاء كويس اطمن للدولة دي خدها مني اردغان في تركيا رجب طيب اردغان يعمل اللي هو عايزه يعمل اللي هو عايزه بس لا يستطيع انه يزور في انتخابات لا يستطيع انه ياخد واحد كده ويدي السجن بمزاجه لانه لو دخل واحد السجن القضاء يطلعه بلاش اردغان امريكا لما راح دولان ترامب الصين انبسط قوي ان رئيس الصين بقى رئيس مدى الحياة وقال لك والله تجربة كويسة انبسط قوي من رئيس كوريا الشمالية ونفسه ترامب ان هو يبقى كده لكن لان امريكا فيها قضاء محترم لا سوري اقف عند حدك انت هايس براحتك وهمبك بس امريكا فيها قضاء امريكا فيها قضاء زي ما احنا بنقول كده شامخ هي يحارب مايكروسوفت لما تعمل احتكار يقف ضد اي رجل اعمال يا رجل ده البرازيل دي انت غمض يعنيك كده صالح وقل لي مين في البرازيل بتحبه في لعبة الكورة رونالدو صح الاسمراني ده مش كريستيان رونالدو بتاع البرتغال لا رونالدو تصور ان رونالدو ده اللي كان وهو ايه انا متهيأ لي احرف واحد جاء كرة القدم بعد مرادونا هو رونالدو ده قسما بالله انا ما شفت لاعب بعد مرادونا بيلعب زي رونالدو ده ده ساحر ده ساحر كورة ونجم وجاب مع العالم مع البرازيل تقريبا كاس عالم متهيأ لي اخد معهم كاس عالم رونالدينهو اه رونالدينهو انا اسف رونالدينهو مش رونالدو رونالدينهو اخد مع البرازيل كاس العالم تصدق ان رونالدينهو ده اتمسك في قضية ضرائب في البرازيل مسكو في قضية ضرائب ما فيش بقى الرمز والرموز وإنه والذين